من اللفتات التي لو نتدبرها في أذكارنا لو وجدنا لها آثر في قلوبنا ماذا نقول بعد الصلاة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر نقولها عدداً متتابعاً سبحان الله تنزيه الحمد لله إثبات كمال الله جل في علاه وأنه ليس كمثله شيء جل في علاه في كماله وعلوه وعظم صفاته ثم الله أكبر أعظم مما نقول سبحانه وبحمده فما يستحقه من التنزيه والتحميد والتعظيم أكبر مما تلفظت به ألسينتنا وأعظم مما قام في قلوبنا وما قدر الله حق قدره وهذا المناسبة في كون هذه الكلمات الثلاثة مجتمعة وتتكرر في أدبار الصلوات أنها إثبات تنزيه الله إثبات عظمته وكماله جل في علاه وأن العبد مهما بلغ في التنزيه وإثبات الكمال لله فالله أعظم والله أجل والله حقه أكبر مما قام في القلب أو نطق به الإسان